السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة في الحلقة دي جامعة اقدم لكم قالب وابل قالب جديد للمدونات بلوجر هتلاقي فيه الاحترافية الكاملة والتصميم المميز وكمان السرعة مية في المية والاداء والتوافق مع معايير السيو والتوافق مع الاجهزة اللوحية وكمان التكويد الداخلي النظيف لوحة التحكم سهلة جدا وكمان افضل اماكن اعلانات المميزات دي بعض من كل يعني احنا لسه مقلناش خصائص ومميزات القالب كل ده مجرد حاجات مبدئية لسه بقى هتعرف كل حاجة بالتفاصيل في الحلقة دي قبل ما نخش في التفاصيل الكاملة الخاصة بالحلقة حاب يا جامعة انوه انه فيه تلات اشخاص هيكونوا صعداء حظ هيفوزوا بالقالب هيتم اختيارهم من التعليقات بشكل عشوائي عشان ما حدش يزعل نبدأ بقى يا جامعة نتكلم عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالقالب قبل اي حاجة جماعة زي ما اتفقت معكم علشان نحكم ان القالب ده كويس ونستخدمه او نشتريه او لأ لازم ان نعمله فحص ونعمله فحص ازاي من خلال النتاج اللي هتشوفه دلوقتي ومن خلال المواقع اللي ورها لك القالب هيحل معاكم معظم المشاكل اللي بتواجهها في منصة بلوجر كمان هيغير وجهة نظرك كاملة عن منصة بلوجر وعن استخدامك للمنصة خالب وابل هيقدمك تجربة ممتازة جدا لمنصة بلوجر وكمان هيشيل عنك هام موضوع عنك تثبت السيو مية في المية لان هو مهيئ كاملا للسيو كمان انت مش محتاجر انك تكتب بس المقالات في الموقع بتاعك عشان الحلقة ما بتطولش مننا نبدأ على طول نشوف الفحص اولا لو دخلنا على موقع هتلاقي السرعة مية في المية وتخش على هاتف كده هتلاقي السرعة تمانية وتسعين طبعا استخدامك للقالب بالسرعة دي ممتاز جدا للسيو ممتاز جدا للتصدر وكمان عشان يدي لك تجربة مستخدم كويسة جدا نخش على الخيارات اللي بعدها اللي هي خاصة بموقع وبديف موقع وبديف هتلاقي النتائج عندك كلها يعتبر تقريبا مية في المية والنتائج دي مش هتلاقيها في قالب تاني النتائج الاساسية واللي تهمنا زي ما اتفقنا الاداء والسيو وانت عندك السيو الاداء مزبوطين مية في المية لو جيت بسيت على مظهر القالب هتلاقيه ممتاز جدا تعاني شوف الاختبارات التانية الاختبار الخاص بالنتائج منصكة مزبوط والاختبار الخاص بالتناسب مع الهاتف مزبوط وكمان تعاني شوف توافق الموقع او القالب مع الاجهزة اللوحية هتجي ببص كده هاداء على الهاتف شكل جميل جدا وعصري مظهر جميل جدا متوافق زي ما انتم شايفين يا جماعة مع كل الاجهزة اللوحية كل الاجهزة اللوحية زي ما انتم شايفين سواء تابلت او ايباد او موبايل او ايفون كل الاجهزة متاحة ومتوافق معها بشكل جميل جدا وهو اصلا مهيئ بشكل كامل لان هو يكون اه متوافق مع الاجهزة دي بعد ما عملنا اختبار للقالب على كل مواقع الفحص وطلعت النتائج بالشكل الجميل ده هنبدأ بقى نستعرض المظهر الاساسي الخاص بالقالب وكمان المميزات الاساسية اللي احنا نتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة دي نخش كده على القالب ومظهره الاساسي اول حاجة جماعة الوجهة اللي ظهرة قدامك دي دي جديدة عصرية مش موجودة في قالب تانية وكمان مش موجودة في منصة بلوجر بصفة عامة. عشان كده اول الحلقة انا قلته جماعة هنلاقي روح جديدة في منصة بلوجر. نبدأ كده نشوف القيمة هتبص على القيمة كده هتلاقي موجود فيها ايقونات بشكل جميل جدا. كمان في اه تسميات او او اقسام فرعية بالشكل الجميل ده. المظهر جديد. مش موجود في منصات تانية ومش موجود في اماكن تانية بالشكل الجميل ده. لانه هو مخصص اصلا علشان يعمل شكل جديد ومظهر جديد وروح جديدة في منصب بلوجر. نبدأ بقى نشوف الاجزاء التانية. عندنا هنا هنلاقي اللوجو في النص وهتلاقي الاعلان البانر الخاص بالديسكتوب موجود في النص كده. عندك هنا الوضع الليلي. وعندك علامة زهرة في الجنب ده. هتلاقي الاعلان الخاص بكمبيوتر زهر في النص كده. بالحجم اللي انت عاوزه. ممكن تخليه تمانين في سبعمائة تمانية وعشرين ما فيش مشكلة. ممكن تخليه سبعين في تمنمية تمانية وعشرين. ممكن تخليه اكبر من كده بكتير على حسب ما انت عاوز. او حتى واحدة اعلانية متوافقة ما فيش مشكلة. خش بقى على الجزء التاني. وهو مظهر القالب جسم القالب نفسه. بص كده مواضيع مميزة. هتلاقي فيها المواضيع الاكثر شهرة او الزيارة عندك في القالب وانت بتحددها برضو من جوة التنسيق. وزي ما قلت لكم يا جماعة التنسيق او قيمة التخطيط من جوة القالب سهلة جدا مش محتاجة انك تكون محترف عشان تستخدمها. دي بالنسبة للمواضيع مميزة. هنا ممكن تعمل اقسام اساسية ومهمة عندك في في الموقع وتخليها ظهرة في الوجهة الرئيسية كده. بعدها اخر المواضيع المواضيع بتاعتك ما بتظهرش بشكل اللي هو آآ طولي لا بتظهر بشكل شبكي اللي هو ظهر قدامك كده. كزا موضوع انت بتحدد. هنا مثلا زهر ست مواضيع. انت ممكن تخليهم اتناشر ممكن تخليهم اكتر زي ما تعاوز. المهم في النهاية انه الشكل ومظهر عرض المقالات مختلف عن المظاهر التقليدية. عندك هنا اقلام حرة ده ممكن تحط الكاتب لتامان تعاوز الخاص بالمدونة نفسها. نموذج الاتصال ده شكله. كمان عندك التواصل الاجتماعي ظهر بشكل مميز وجديد ومش موجود في قلب تاني. المشاركات الجميل فيها عندك تركيم للمشاركات اهي. وعلى حسب التسمية كمان. وكمان كتب لك هنا تاريخ انشاء المقالة نفسها. ودي حاجة جميلة جدا. والايكونات برضو الشغل اللي هو موجود بالسي اس اس عامل مظهر حلو جدا وجميل. التسميات واخدى شكل جميل جدا زي ما انت شايف كده مع حركة بسيطة. ده الاقسام بتاعت الموقع. عندك بقى مشاركة مميزة وحاجات تانية كتير. عندك بقى الجزء اللي هو الخاص بالفوتر. هتلاقي ظهر فيه الاجزاء اللي انت عاوزها وتحط فيه كل حاجة انت عاوزها. بقى آآ نيجي بقى للحاجة المهمة جدا والاسسية داخل المقالة نفسها. نخش كده على المقالة جماعة عشان نشوف الشكل المقالة عامل ازاي من الداخل. وانا شخصيا خلي بالكم ركبت القالب عندي في الموقع بتاعي. انا ركبت القالب وابل في الموقع بتاعي. لو دخلت على اي مقالة كده هتلاقي. الشكل كمان جميل جدا مظهر حلو. عندك هنا شروحات. المقالات الاعضاء دي التسمية المفروض للمقالة عليها. وهنا مواقع التواصل الاجتماعي ظهرها بالشكل ده كده. عندك هنا عنوان المقالة. تمام? راجع للتسمية برضو. وده مقتطف. بيجيب لك بقى تاريخ نشر المقال وده برضو جديد يا جماعة. وتاريخ اخر تحديث للمقال. تاريخ اخر تحديث للمقال دي حاجة جديدة في منصة بولوجر. ما كانتش موجودة قبل كده. والحمد لا بلأ تتطبق في بعض القالب التانية. بس يعني حاجة كويسة وصابقة حلوة لقالب وابل برضو. آآ جدول المحتويات زي ما انت شايف قدامك كده. جدول المحتويات عندك امكانية انك تخفيه او ما تعرضوش اصلا. لو انت مش حابب تعرض جدول المحتويات فعندك في امكانية من جوه من جوه التخطيط نفسه تقدر تعمل الموضوع ده. يعني عندك امكانية انك ممكن تخفي التخطيط عندك امكانية انك تقدر تخفي جدول المحتويات ده او تسيبه على حسب ما انت عاوز. وممكن تستغنى عن الاضافة خالص لو انت حابب من جوه التخطيط نفسه او من جوه التنسيق. تعال انخش على بعد كده بقى ده عنوان فرعي. تمام? وده عنوان فرعي. فيه بقى ده عنوان سانوي مثلا بيجي لك جنبه شرطتين. وفيه عنوان سانوي تالت اللي هو بيجي لك جنبه تلات شرطات. فالمظهر جميل جدا يا جماعة. تجي بقى هنا الكاتب. الكاتب فيه عندك هنا المشاركة وبعد منها هتلاقي مقالة احدث ومقالة اقدم. وعندك هنا الكاتب ظهر بشكل جديد وعصري. عندك امكانية تحط اعلان هنا برضو زي ما انت عاوز. وقد يهمك ايضا برضو موجودة. التعليقات بقى عندك تعليقات فيسبوك وعندك تعليقات كل المواقع اللي احنا بنستخدمها في التعليقات. كلها متاحة عندك بالنسبة له. انا بالنسبة لي هنا عارض الشكل ده بالنسبة للتسميات. انت على حسب راحتك برضو في استخدامك للموقع بتاعك. نيجي بقى نشوف المعينة الاساسية الخاصة بالقلب نفسه عشان نتكلم على حاجات تانية يا جماعة. بالنسبة للمقالة نفسها عندك اعلان اهو. اول للمقالة. وعندك كمان اعلان في منتصف المقالة. وعندك اعلان في اخر المقالة. وفي اعلان بعد المشاركات. وهتلاقي فيه اعلان كمان قبل قد يهمك ايضا موجودة هو. وعندك اعلان قبل التعليقات. فاماكن اعلانات كتيرة جدا يا جماعة متاحة بالنسبة لصاحب الموقع لو حابب تزود عدد الاعلانات في الموقع بتاعك. واماكن كلها يعني محفزة للنقر. تمام? عندك في الشريط الجانبي برضو. الموقع مهيئ تماما ان هو تحط اي اعلان في اي منطقة من هنا كده. يبدأ ويظهرها بشكل كويس جدا. وكمان الاعلانات التلقائية بنفسك الناس يا جماعة اللي هتستفاد بالقالب هتعرفنا كمان. وانا شخصيا هبدأ اشغل الاعلانات على القالب بتاعش نتأكد منها. بيظهر معاك اعلانات تلقائية بشكل جميل جدا وفي اماكن حلوة. خاصة بالقالب مهيئة خصيصا اصلا من داخل التكويد الداخلي. نطلع بقى نتكلم بقى جماعة على الحاجات الاساسية والمهمة جدا اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول خالص. آآ اللي هي مميزات القالب بالشكل الاساسي او بشكل عام عشان انت بنفسك بقى هسيبك تكتشف بقية الحاجات التانية. لو جينا نتكلم على آآ التصميم. التصميم يا جماعة يعني قالب وابل جاي بتصميم مختلف كليا على القالب الاخر. يعني علشان ما تكلمش كتير في النقطة ديت انت بنفسك هتعرفها وهتتأكد منها بنفسك. طيب. نجي بقى على التفعيل. خلي بالك التفعيل بيكون من خلال رابط المدونة فقط لغير. التفعيل بص بيكون كده انت بحط رابط المدونة بتاعتك هنا كده وبتعمل تحديث وخلاص على كده لما تخش على قيمة ايه شراء القالب. التحميل والتفعيل سهل جدا وبسيط عن اي قلب تاني. مش محتاج اي حاجة انت مجرد ما تحط رابط المدونة بتاعتك وتعمل تحديث خلاص كده انت رابط المدونة بتاعتك. مجرد يعني الفكرة كلها في التفعيل ان انت مش محتاج غير الرابط فقط لغير. تمام? نيجي بقى على النقطة اللي بعدها يا جماعة تاريخ تحديث المقال اللي احنا شفنا من شوية. تاريخ تحديث المقال هو حاجة برضو يعتبر ميزة جديدة مش موجودة في آآ قوالب تانية ولسه معمولة حديثا ودي حاجة تكون هتكون لأول مرة على ميزة آآ كنا بنشوفها على قبل كده. نيجي بقى على السيو. السيو زي ما انت شايف كده مش محتاج كلام. ده ودخلنا على السيو. قالب وابل متوافق مية في المية مع السيو. ومع معايير جوجل الجديدة. يعني كل سنة جوجل بتحدث فيها معاييرها خاصة بالسيو. فهو متوافق تماما مع الموضوع ده. التكويت بقى. آآ قالب وابل بقى يا جماعة من ناحية التكويت هيفان معاك في اختبار النتائج هنا. التكويت نظيف جدا واكواد جافا اسكريبت مضغوطة ومخففة. يعني عندك كمان الحاجات الاساسية اللي هو استخدامها القالب في ان هو يظهر بمظهر كويس مضغوطة ومخففة مش تظهر معاك ابدا في القالب بتاعك. ده بالنسبة للتكويت. مكتبة الفونطات بقى لو تلاحظ هنا هتلاقي معظم الايكونات الموجودة في القالب. ايكونات زي ما انت شايف كده كلها مكتبة فونطات الاصدار الخامس. خمسة كلها حديثة. حاجب تستخدم اي حاجة منها موجودة ومتاحة. هتلاقي ايكونات كتير في الموقع منها. فهو بيستخدم مكتبة اكواد حديثة جدا. مكتبة ايكونات حديثة جدا. لوحة التحكم لو رحنا للوحة التحكم الخاصة بالقالب لو بصيت عليها كده انا هخش عندي مثلا بالنسبة لي على آآ على قالب الصباغ للمعلوميات عشان اشوف لوحة التحكم. لو بصيت كده على التنسيق على التنسيق. ودخلت على لوحة التحكم هتلاقيها منظمة اعدادات القالب. عندك هنا آآ اللوجو الخاص بالقالب. القايمة الرئيسية. اعلان الهاتف. واعلان الكمبيوتر. كل الحاجات مهيئة ليك يدويا انك تشتغل عليها. الاجزاء اللي زهرة قدامك دي كلها دي الاقسام اللي احنا ظهرناها قدام. اللي هي ظهرة بالشكل ده كده. الاقسام دي. اللي احنا ظهرنها في الاول اللي هي الربح من الانترنت وجديد التقنية وبلوجر الحاجات دي. هتلاقي تحت منهم هنا على طول. هنا الشريط الجانبي. وعندك رسائل مدونة وعندك الحاجات دي الخاصة بالمؤلفين. لما بتضيف مؤلف ودي ميزة تانية يا جماعة موجودة في قالب وابل. اللي هي ايه? مشاركة الارباح. لو انت عندك آآ صديق او اتنين او تلاتة او اربعة بيكتبوا في الموقع ما فيش مشكلة. ويضيفوا الموقع نفسه في آآ في آآ انزل خاص بهم. ويخش يعملوا نفسهم هنا ايه? مؤلف. بمجرد ما تعمل مؤلف بيكون جواه اعلانات خاصة بيه. يعني انه ظهر لنفسي جواه هو اعلانات خاصة بيه انا كمؤلف. في الموقع بتاعي. فدي حاجة جميلة جدا يا جماعة. دي حاجة اسمها مشاركة ارباح. دي ميزة آآ او خاصية موجودة في القالب. طيب فكرة بقى ظهور الاعلانات عندك اماكن ظهور الاعلانات كتيرة جدا. دي اللي افتراضية. اللي هما التلاتة. دي اللي افتراضية. تمام? وعندك بقى هنا اماكن تانية كتير جدا عندك اهية وهية وهية وعندك كمان تحت. اللي اتنين دول وفيه كمان اتنين زيهم انا مش ضيفهم عندي. فدي اماكن كتيرة جدا انك تحط فيها اعلانات ودي ميزة من ميزة القالب برضو ظهور الاعلانات. يعني عاوز اقول لك انه قالب وابل يحتوي على آآ اسكريبت ونظام مميز يجعل احتمالية عدم ظهور اي اعلان آآ يعني مش مدعوم او اي اعلان مش مزبوط بينصك الاعلانات في اماكنها. عناصر القالب الاسكريبت نفسه الخاص بالاعلانات بينظم اماكن الاعلانات بشكل كويس جدا وبيدي فرصة كبيرة جدا لها تظهر بشكل كبير على الموقع بتاعها. وكمان القالب عنده ميزة ان هو بيعيد تحميل الاماكن الخاصة بظهور الاعلانات علشان يحط الاعلان في مكانه الصحيح. ودي اسكريبت داخلية في التكويت الداخلي الخاصة بالقالب يا جماعة. احنا قلنا ايه تاني? وقلنا كمان اهم اهم حاجة السرعة والاداء. لما دخلنا على السرعة لانها تمانية وتسعين مش هتلاقيها موجودة في قالب تاني. ومية في المية مش هتلاقيها موجودة برضو في قالب تاني. تعال اشوف كده تمانية وتسعين دي بتيجي ازاي. عندك انت في القالب بشكل افتراضي مشغل وكمان مشغل تأخير الاسكريباته. انت لو مش محتاجك تأجلها زي ما انا عامل كده انا مش ما اجلها. فانا لما بضغط كده. الموقع بيفتح معي بالشكل ده. لحظاته بيظهر معي. عندك انت مش هيزهر كده. هيزهر اوتوماتيك اللي هو علامة التحميل الاولى. ودي علشان تدي سرعة اكبر. للهاتف والكمبيوتر. تمام? من ناحية التصميم بقى فانا هساب لكم التصميم بنفسكم شوفوا. وحكوموا عليه. التصميم ده مش هتلاقيه موجود في آآ منصة بشكل عام. يا جماعة القالب بصراحة تحفة فنية بالمظهر بالامكانات الداخلية بالتوافق كمان بحاجات تانية كتير جدا انت هتعرفها بنفسك. يمكن لنا اتكلمت عنه وقلته في الحلقة دي بعض من كل. يا جماعة اللي انا قلته النهاردة على قالب وابل. بعض من كل. هسيبك انت بنفسك تختبر وتشوف القالب ولو عندك اي ملاحظة قلهلنا في التعلاقات. الناس اتمنى بس برضو بنزيه كل حلقة الناس بتزعل موضوع نتائج المسابقات. يا جماعة هيتم الاختيار بشكل عشوائي وهيتم الاعلان في حلقة خاصة قدامكم والاختيار هيتم قدام عينيكم علشان محدش يزعل ومش بالموقع اللي حصل فيه مشكلة المرة اللي فاتت لأ بموقع جديد. انا شايف انه آآ قالب وابل طفرة جديدة وجميلة جدا لمناصة بلوجر. لو انت حابب تشتري وما كانش لك نصيب انك تاخد القالب ده نسخة مجانية او نسخة في المسابقة فانت هتلاقي كل الروابط الخاصة بالموضوع يا جماعة في الوصف تحت الفيديو. هتلاقي كل الروابط اللي احنا اتكلمنا عنها بالكامل في الوصف تحت الفيديو وتخش عليها روابط الشراء والمعلومات الكاملة اللي انت عاوز تعرفها هتعرفها من خلال دعم القالب نفسه هم عندهم دعم متواصل اربعة وعشرين ساعة. اتمنى الخير والتوفيق للجميع وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة